موسيقى عزاء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاعة تركيا هذه الليلة سنناقش السياسة الخارجية السعودية بعد تولي الملك سلمان للحكم سعودية دولة مهمة جدا في المنطقة في الشرق الأوسط لها أدوار كبيرة جدا سواء كانت دينية أو سياسية أو الاجتماعية هذه الليلة سنناقش هذا الموضوع بشكل تفصيلي مع مجموعة من الأساتذة لكن هذه الليلة لدي مفاجأة كبيرة إسطنبول تحت السلج لذلك هناك مشاكل كبيرة جدا تعطلت المدارس هذه الأيام خاصة منذ ثلاثة أيام مدارس إسطنبول معطلة جدا أيضا طرق معطلة هناك ضيفين عزيزين الذين كانوا مفروض أن يكونوا معنا في هذا الستوديو إلى الآن في الطريق لم يستطيع أن يأتوا من المطار أحدهما سيأتي من لبنان وهو أستاذ طارق ترشيشي كاتف محل السياسي في جرية الجمهورية اللبنانية منذ ست ساعات هو يحاول أن يصل إلى هذه الستوديو ومعنا أيضا سيأتي أستاذ علي حسين بكير أيضا إلى الآن لم يستطيع أن يصل من أنكرة إلى هنا إذن هناك مشكلة كبيرة جدا في التقس هذا أيضا خبر ربما مفاجأة بالنسبة لكم ومعنا هذه الليلة أستاذ محمد أو محمد علي بيكرة أستاذ في كلية العلوم الإسلامية في جامعة الشهير بإسطنبول أهلا وسهلا هذه الليلة سنناقش سعودية كما ذكرت لكم السعودية حصلت هناك تغيرات جزرية في الحقيقة في السعودية الأمر الغريب أننا دائما نتكلم عن مؤسسات الدولة المؤسساتية في العمل الاجتماعي المجتمع المدني لكن لا بد أن نعترف أن الأفراط له دور كبير جدا فمثلا عندما أتى سيد طيب أردوغان إلى الحكم في 2003 تغير اللون الجمهورية تغير اللون السياسة الخارجية التركية يعني من ألف إلى إذا هناك مجيء سياسة معينة أو أفراط معينة ستؤثر على السياسة الخارجية ستؤثر في الألاقات الدولية وما إلى ذلك أيضا حصل هناك تغير كبير يبدو أن هذا التغير سيستمر في السعودية خاصة بعد استلم ملك سلمان الحكم في السعودية هذه القضايا مهمة جدا خاصة فيما يتعلق بالسعودية لأن السعودية كما ذكرت قبل قليل دولة مهمة جدا المملكة ليست دولة المملكة الكبيرة في الشرق الأوسط لها دور كبير جدا في اليمن في سوريا في بحرين في مصر بل في كل عالم لمناقشة هذا الموضوع ضعونا ضيوف كرام لكن هما لم يستطيعوا أن يصلوا إلينا لذلك سأبدأ أولا مع أستاذ محمد علي أستاذ محمد يعني لماذا السعودية دولة مهمة جدا؟ يعني لماذا المسلمون في العالم دائما ينظرون السياسة الخارجية السعودية أو السياسة السعودية بشكل أعم؟ يعني نحن نعرف أن السعودية طبعا فيها حرمين الشريفين فيها مكة والمدينة المسلمون دائما يتوجهون إليه وإليهما وما إلى ذلك لكن غير هذا الموضوع الديني هل هناك أهمية أخرى بالنسبة للسعودية خاصة في الآلاقات الدولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بالله الشك المملكة العربية السعودية دولة مهمة جدا أولا هي الحقيقة التي هي مساحة كبيرة جدا تقع في مركز العالم وأيضا تحوي الأماكن المقدسة بالنسبة للمسلمين مكة والمدينة هناك حوالي 25 مليون نسمة عدد سكانها ليس عددا بسيطا أبدا ولذلك لكل هذه الأسباب مجتمعة فمن ناحية الاجتماعية ناحية السياسية من ناحية الاستراتيجية حتى هي دولة مهمة جدا وفي موقع أيضا مهم جدا من ناحية أخرى أيضا نتكلم عن حوالي ربع النفط العالمي تحوياء المملكة العربية السعودية وهذا أمر مهم جدا هي واحدة من الدول الغنية على مستوى العالم من ضمن الأقل أول 20 دولة في الثراف على مستوى العالم ولذلك لها تأثير في السياسة العالمية هنا أسعار النفط وإطرابها وخفاضها وارتفاعها دائما مرتبط بسياسات المملكة العربية السعودية ضمن عدة دول قليلة جدا هي إحدى الدول القليلة التي تحدد سعر النفط ولذلك عيون العالم بشكل عام تكون مركزة على بعض المناطق وأيضا منها المملكة العربية السعودية من ناحية أخرى من ناحية العالم الإسلامي أيضا هي دولة مهمة جدا نتكلم عن هناك إيران في إذا كانت إيران في كفة من الميزان فإن المملكة العربية السعودية في الطرف الآخر هناك تعود معين للنظرا للعالم الإسلام بهذه الطريقة هناك دولتان مختلفتان تمثلان كل منهما مذهبا مختلفا وكأنهما دولتان رسميتان لمذهبين مختلفين المذهب السني والمذهب الشيعي إيران كدولة وكأنها حامية المذهب الشيعي والمملكة العربية السعودية وكأنها حامية السلفية والمذهب السني هذه الموازنة وهذا التوازن مهم جدا هنا في السياسات الخارجية في الإقليم تحديدا أن تكون المملكة العربية السعودية منشأ الوهابية أو السلفية أن تنطلق منها الحركة الوهابية هذا أيضا أمر لافت للأنظار ولذلك فأنها أيضا ملتقز التقاء أو تقاطع على التيرات السلفية وتستثمر ربما هنا الوهابية المملكة العربية السعودية كقوة ناعمة في العالم لأن العربي العالم وحتى خارج العالم العربي في العالم الإسلامي غير العربي أيضا هناك مراكز قوة معينة للسلفية جزء منها يسمون الجهاديين جزء منهم يسمون السلفين بشكل باشر وبالتالي المملكة العربية السعودية هنا تمارس أيضا تأثيرها من خلالهم بطريقة إيجابية أو بطريقة سلبية طبعا هنا أيضا هي حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية المهمين في الشرق الأوسط نتكلم ابتداء من نهاية الحرب العالمية الثانية ربما هذه العلاقات كانت دائما تتطور وتنمو بالطراط النفط أيضا كان يستخرج دائما عبر شركات سعودية أمريكية من شركات أمريكية يستخرج ويكرر ما إلى ذلك بنفس الوقت أيضا فهي تؤمن النفط للعالم ولكن أيضا من نفس الوقت أيضا تشتري سلاحا بنسب وأموال كبيرة جدا من الدول الغربية وتشتري طائرات أيضا هناك صفقات تجارية عسكرية وغير عسكرية مرتبطة بشكل مباشر جدا على دول غربية مثل ألويت وتعليمريكية فرنسا بريطانيا وألمانيا وبالتالي الشركات التي تتعمل في هذا المجال دائما تنظر إلى المملكة العربية السعودية كالدولة وهذا أمر أعتقد أنه مهم جدا أنت في رسالة الدكتورة اخترت السعودية خاصة في الدراسة ما الذي جعلك تختار موضوع السعودية في ذلك الوقت يا أنا السبب الذي دعاني لهذا الأمر هو مجموعة هذه الأسباب التي ذكرتها قبل قليل المملكة العربية السعودية دولة مهمة جدا الحقيقة في العالم الإسلامي ونحن كتركيا أيضا كان لدينا ربما خلافات معينة معها منذ الخلافة العثمانية الدولة العثمانية ولكن هذه الخلافات ليست موجودة الآن بالإسمة كبيرة جدا ولكن ما زالت المملكة العربية السعودية مستمرة بكونها مركزا مهما في المنطقة وعلاقاتها مع تركيا تكون جيدة أحيانا لكن بالمجمل بالسياق العامية الجيدة ولذلك أنا عندما فكرت في رساة الدكتوراه فالحقيقة لدينا الكثير من الأصدقاء السعوديين كان هناك الحجازيون منهم وبعضهم من نجد وأنا في أحد الأمسيات خلال شرب القهوة أو الشاي كنا نتكلم مع بعضنا البعض كنت أنظر إلى الفوارق بين شخصية النجدية وشخصية الحجازية لاحظوا ذلك بشكل واضح بما له علاقة بتاريخ المملكة السعودية كنت أسألهم كثيرا وتسألهم عن العاقات الدولية كان لديهم وجهات نظر مختلفة ما الفرق بين الحجازيين والنجدين إذا؟ الحجازيون ربما لديهم أفق أوسع ربما برأيي نظرتهم أوسع ربما لأن الحجاز منطقة مهمة عالميا يأتي إليها على الأقل المسلمون من كل أنحاء العالم يعيشون فيها بضعة أيام وما شابه فيختلطون مع كل هؤلاء الناس أيضا في أيام الدولة العثمانية ومن قبلها الدولة المملكة ودولة الدولة الأيوبية أيضا حكموا في ذلك وقت حتى من قبل الفاطميين أيضا حكموا فترة طبعا عدة دول وعدة مشارب حاكماتهم أيضا عبر التاريخ هنا أرى أنها ربما هذا أثر الحياة الفكرية عندهم ولكن النجديون رأيتهم لديهم ردت فعل حادة حدون لديهم زوايا حادة ربما في وجهة النظر والتعبير عنها وفيما بينهما كان دائما هناك نقاشات في كثير من المواضيع كنا نرى مثلا الحجازيون أيضا لديهم بعض عفوا النجديون كان لديهم مواقف حادة أحيانا الحجازيون لديهم صبر أو نفس أطول ربما هذا ما لاحظته ونحن هنا في تركيا عندما ننظر إلى العلاقات الدولة العثمانية مع السعودية وعلى ذلك المناطق في القرن الـ 18-19 نعرفه ولكن ليس لدينا أبحاث كثيرة عن العلاقات مع تركيا في القرن العشرين ولذلك أنا قلت أن فهمنا للحركة السلفية مهم جدا وعندنا نعرف ما يحصل في تركيا الأراضي بعد خروج الدولة العثمانية بعد خروج النفط كيف تصممت الدولة السعودية في ذلك الوقت والأهم ربما من كل ذلك هو العلاقة بين الدولة والسلفية ما يجمعهما معا ربما من خلال تعاونهما على إدارة الدولة وكأن السلفية اعتبرت مذهبا رسميا للمملكة السعودية في السبعينات وثمانيات القرن الماضي ربما تعرفت السعودية بعد ذلك ثم بعد ذلك المشاكل في أضماط البعث وحتى أيضا العلماء العلم الإسلامي الذين كانوا أغلبهم من خلفية أخوانية السلفية السعودية والإسلامية العربية يعني الحركات الإسلامية كيف تميز بين الحركات الإسلامية والسلفية السعودية أليس كلها نفس الشيء؟ لا طبعا ليس نفس الشيء المملكة العربية السعودية الحقيقة كانت ترغمها من آخر دولة العربية بدأت في المناطق الأخرى قبل السعودية؟ نعم لأن المملكة العربية السعودية لم تتعرض لتجربة احتلال مباشر استعماري مثل دول العالم العرب والإسلام المختلفة مثل مصر والباكستان والهند وغيرها هناك سوف نرى كثير من طيارات إسلامية منها الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وغيرها من الطيارات الإسلامية الكبيرة التي كانت ردة فعل على الاحتلال الأجنبي المباشر أما لأن المملكة العربية السعودية فلم تجرب لم تخبر شيئا مثل هذا وربما أيضا بسبب وجود السلفية ولأنها كانت دولة منغلق على نفسها ربما حتى سبعينات القرن 19 لم تفتح هذا العرب أو سبعينات القرن الماضي بعد ظهور النفط والظهور الثراء والغنى على المملكة وخروج بعض طلابها نحو الدول الأخرى وتحديدا في عدد الملك فيصل الذي ربما نظر له على أنه ملك إسلامي نوعا ما نستطيع أن نظر له بهذه الزاوية في ذلك الوقت هذه الاشتراكية التي انتشرت في كثير من العالم العربي وغيرها من الطيارات ربما أراد الملك فيصل أن يقوت الاسلامية في مواجهتها وكانت المملكة الملكية قد سقطت في العراق في مصر في سوريا بدأت هناك أنظمة اشتراكية معينة الإمامية الزايدية في ستينة قرن الماضي أيضا سقطت وأتم كانها أيضا جمهوريات اشتراكية أيضا في الملكة العربية السعود ربما فكر بأنه لا يريد أن يتكرر نفس السيناريو في المملكة العربية السعودية ولذلك المملكة فيصل قدم الزايرات الإسلامية أيضا موضوع القرية الفلسطينية مهمة ثم تأسيس منظمة التعاون الإسلامي أو منظمة المؤتمر الإسلامي في ذلك الوقت ربما أهم من كل ذلك هذه الرابطة التي جمعت العالم الإسلامي والعلاقة مع المنظمات الدولية الأخرى ثم تأسيس جامعة الإسلامية مثلا في المدينة مؤسسات أكاديمية كبيرة بمؤسسات الشريعة والكليات الدين هنا ربما بدأت السعودية تنفتح العلامة أكثر تقدم منح دراسية للطلاب والكثير من الأساتي إذا ذهبوا إلى هناك ممن ذكرت قبل قليل من قيادات العالم الإسلامي ومن طيارات إسلامية كثيرة تعرضت للظلم والإضطهاد من قبل بعض الأنظمة العربية أغلبهم من العلماء الإخواني المسلمين تحديدا ذهبوا إلى الكلام السعودية هؤلاء عملوا في الجامعات السعودية وهناك كانت تعارف وتعاون وتلاقي مع علماء السلفية أيضا في المملكة العربية السعودية هذا الالتقاء كان مهما جدا حتى نفهم هذه التيارات السلفية في العصر الحديث هذا الالتقاء أنا أسميه الازدواج والتلاقي والتلاقي العفكار هنا لأنها أخرجت برأيي فكرا سلفيا جديدا هذا الفكر من وقت إلى آخر ربما استطاع أن ينتقد النظام السعودي بربما بزاوية علاقاته مع الغرب وحتى فيما بعد حرب الخليج عندما بدأت هنا قواعد أمريكية في المنطقة الواضح كان لم يكن يريد هذه القواعد انتقدها بشكل واضح وأيضا ربما كان يريد للسعودية أن تلعب دورا أكبر في القضية الفلسطينية هناك سياسة معينة انتهجة هذا التيار وربما لم يكن يريد تغرب أو تغريب العائلة الملكية السعودية داخلها وربما هنا هذه التيارة السلف الوهابي الذي كان مقتربا جدا من الملكة العربية السعودية من عائلة المالكة وكانه أصح لهناك فجوة معينة مع ذلك ولذلك بدأ هناك استسميات معينة مثل الشيوخ الصحوة وغيرهم ضمنهم ربما كان هناك أسماء كبيرة الشيخ سلمان العودة وشيخ سفر الحوالي في التسعيات القرن الماضي كانوا انتقدوا النظام في السعودية يطروا لترك أعمالهم وبسبب ذلك بعضهم سجن خمس أو ست سنوات هذا الحقيقة كان ضرب ربما للسلفية ثم بعد ذلك ربما كان هناك تيار السلفية الجهدية الذي بدأ ينتقد الملكة العربية السعودية بشكل واضح جدا وهنا ربما استفاد من الشيوخ الصحوة تغذى منهم نوعا ما على المقولاتهم ولكن في نهايات الثمانينات القرن الماضي تأسيس القاعدة ثم في نهاية التسعينات ذلك العهد فتاوى بالله عن الجهاد العالمي رأينا أن النظام السعودي بدأ في نزل العلاقات برأخرى مع شيوخ الصحوة في مواجهة القاعدة وغيرها من القضوات التي انتهجت العنف أو الإرهاب وبالتالي أقول اختصارا في البداية المؤسسة السعودية أو السلفية المؤسسة السعودية عفواً كان هناك فجوة أو انفتراق مع شيوخ الصحوة ثم بعد ذلك ربما ضمن هذه السلفية أصبح هناك بعض الطيارات التي انتهجت العنف وبالتالي شيوخ الصحوة هؤلاء لم يقبلوا هذه الطيارات العنفية أو المسلحة ربما انهم قبلوا جهادهم ضد العدو والخارجي ضد الاحتلال ولكن هنا الحكام ربما انتقدوا تكفيرهم للعلماء والحكام دون وجود أدلة كافية ثم بعد ذلك أيضا ايضا انتقدوا ورفضوا واتهموا هذه الطيارات بتحويل الدول العربية والإسلامية لمراكز تفجير وعنف وفوضى ثم بعد ذلك أيضا رأوا أنهم قتلوا كثير من المسلمين أكثر من غير المسلمين وبالتالي هذه الانتخاذات أيضا كانت مهمة هنا كبير مثلا دولة محافظة كما ذكرت مبني على أقيدة سلفية أو مبادئ سلفية لكن في نفس الوقت دولة السعودية ترسل آلاف من الشباب إلى دول الغربية إلى بريطانيا إلى أمريكا ألا تخاف نظام السعودي أن هؤلاء الشباب سوف يتغيرون في الغرب وسيعودون بثقافة الليبرالية أو سيعودون بثقافة مختلفة عن ما تعودوا عليه سابقا ما رأيك في هذا؟ في ابتداء من عشرينيات القارض الماضي مؤسسة دولة السعودية الثالثة أبتلاعزي بن سود أرسل ابنه الملك فيصل إلى مصر بداعم حتى أنه انتقد على ذلك لأنه أرسل ابنه إلى مصر قالوا له مصر ديار شرك السلفيون في السعودية قالوا أن مصر في ذلك الوقت ديار شرك ولم يريدوا للملك أن يرسل ابنه إلى مصر ولكن النفط غيرت تلك المملكة تلك الدولة لأنها كانت دولة في ذلك الوقت لم يكن فيها تعليم كبير ثم بعد ذلك بعد النفط ظهور الطبقة الوسطى الثراء الذي حصل في المجتمع وتغير الحالة البداوة بشكل متدرج نحو حالة مدنية معينة واضطرة الدولة لأستخدام الخبراء والاحترافين مهنيين في جميع القطاعات وبالتالي هذا أيضا لم يكن أصل عن تستورد دائما من خارج كل العمالة وتحديدا الخبراء هنا والاحترافين ولذلك فالمملكة العربية السعودية صرفت الكثير من الأموال والميزانيات وأرسلت شبابها الناجح الذكي إلى دول الغرب للتعلم تحديدا إلى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية تعلموا هناك تحديدا الأمراء وأيضا من غير الأمراء أيضا أبناء العائلات المهمة والناجحون أيضا في علومهم ذهبوا إلى تلك الدول إلى الدول الغربية وربما حتى شاءوا أم أبو خافوا أم لم يخافوا كانوا مضطرين إلى ذلك الطياث الليبرية طبعا أتت إلى المملكة بهذه الطريقة الذين تعلموا في مصر أتوا ربما بالاشتراكية أو باليسارية تكلموا لأول مرة عن حقوق العمال في المملكة العربية السعودية لم يكن أحد يتكلم عن ذلك في المملكة العربية السعودية حتى أن بعض الأمراء مثلا أمير طلال أحدهم ربما أحد الأمراء الليبراليين الذي ربما أراد تغييرات جذرية ولذلك ربما خسر حظه ونصيبه من العرش في المملكة العربية السعودية كان ذلك ضرورة إرسال الطلاب إلى الخارج ولكن طبعا هذا لعب دورا في تغييرات معينة في المملكة العربية السعودية أولا الطلاب أيضا الطلاب الذين أتوا من الخارج من الدول العربية الإسلامية الأخرى تحديدا من مصر ودول الأفريقية الشمالية من سوريا من العراق الذين يعرفون طيارات الإسلامية متشبعين بها ربما قدومهم من المملكة العربية السعودية التي تشبعت أيضا اتجاه السلف في المتشدد إنجاز التعبير ربما تمازج معها خفف إنجاز التعبير من هذه الحالة السلفية وهذا أمر مهم جدا موضوع تمادل الثقافي والطلاب مهم جدا لكل الدول ولكن بالنسبة للسعودية كان أهم بالنسبة لسيد طيب أردوغان شارك في جنازة المرحومة ملك عبد الله هناك من يقول هذه المشاركة تعني أو أرسلت رسائل كثيرة جدا في الألاقات السعودية التركية ماذا تعني بالنسبة لك هذه المشاركة في هذه الجنازة؟ ويقال أن سيد أردوغان أول ما علم قبل أن يحصل على أي دعوة أو شيء من هذا قرر أن يترك زيارته إلى سومال وتوجه نحو السعودية عندما قالوا له إلى الآن لم يأتي دعوة رسمية من خارجية السعودية قال نحن مسلمون لا نساب إلى مثل هذه الدعوات بلا دعوة يعني نحن مسلمون أول ما نسمع جنازة لا بد أن نشارك فيها وفيها مشاركته كانت مفاجأة كبيرة جدا عند بعض الناس كيف وجدت أنت هذه المشاركة؟ طبعا نحن نعرف السيد الرجل طيب أردوغان المشاهدون أيضا في العالم العربي الإسلامي أيضا يعرفونه ربما هو شخص له حساسية دينية معينة نعم هو رئيس جمهورية وكان رئيس وزراء ولكن عندما يكون لك جنازة وحالة وفاة لمسلم وتحديدا ربما نظير له كملك أو كرئيس عندما يكون لك له جنازة وحالة وفاة هو فعلا ما ينتظر منه أن يشارك بالشكل مباشر ترك وأوقف برنامجه للزيارة في أفريقيا كانت حركة منتظرة ومتوقع الحقيقة من السيد الرجل وهذا الحقيقة قبل بشكل جيد في السعودية تحديدا قطعه لبرنامجه وكونه في دولة مضطربة نوعا ما في الصومال ثم في كينيا وقبلها عفوا في إثيوبيا هذا الأمر قبل بتقدير الحقيقة هذا طبعا حميمية دفء في العلاقات إيجابية نوعا ما في السابق عند وفاة الملك عبدالله أيضا نحن نعرف في التالي هو كان أول ملك سعودي زار تركيا بزيارة رسمية هذا أمر غير معروف ربما البعضهم أتى إلى تركيا للإجازة للتنزه ولكن الملك عبدالله أول ملك سعودي أتى إلى تركيا بزيارة رسمية وربما كان لأردوان هنا دور بهذا الأمر وجد قربا نوعا ما أو هذه الحالات المتغيرة في تركيا ربما جعل المملكة السعودية أيضا أن لا تقف مكتوفة الأيدي وأن تتفاعل وتتعامل مع النظام في تركيا هنا العلاقات الحقيقة ربما كانت على جيدة جدا حتى بدأت رياح الربيع العربي تنعكس تراجعا نحن نحن القاقرة بعد الإنقلاب في مصر بدأت العلاقات تتضرر بشكل كبير جدا أنا ضحكت كثيرا عندما توفي الملك أبد الله رحمه الله عندما توفي كتب في تويتر في تركيا أن أكثر من حزن على وفاته هو أصحاب محلات البقلوة عندما أتى إلى تركيا يقال أنه اشترى يعني ليس أطنان من البقلوة لكن اشترى كمية كبيرة جدا من البقلوة كل الأهل محلات البقلوة كانوا يدعون له دائما لأنه حزنوا كثيرا أنهم خسروا زبونا كبيرا يعني في ذلك الوقت طيب بالنسبة لملك سلمان يقال أن سياسة ملك سلمان ستكون مختلفة تماما هناك من يعتبره أنه رجل إصلاحي سوف يقوم بإصلاحات كثيرة جدا داخليا وخارجيا لكن هناك من يعتبره أيضا أنه رجل متشدد كيف تقرأ أنت القرارات الجديدة بالنسبة لملك سلمان أنا الحقيقة لا أعتقد أنه ستكون هناك تغيرات جذرية كبيرة في سياسات الخارجية السعودية ولكن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك أي تغير الملك سلمان بعد ساعات قليلة جدا ربما من توليه العرش وخلال أيام قليلة كرأينا تغيرات كبيرة جدا في المنصب هذا الحقيقة جعلني متفائلا جدا هو ربما جزء من العائلة السديرية أو السديريين كما يعرفون ضمن العائلة المالكة وسديريون بشكل عام ربما طيار إصلاحي نوعا ما هذا المعروف عنهم على الأقل ضمن العائلة المالكة فالملك فهد كان أحدهم أحد المشهورين منهم ولكن بنفس الوقت أيضا هم ربما الأقرب إلى الغرب أيضا وهذا أيضا معرف عنهم وكما ذكرتم قبل قليل أيضا أستاذ عمر ربما لديهم أيضا لديهم أسلوب حاد أيضا في المواقف وهذه الخصائص السديرية أنا أعتقد أنها ستستمر مع الملك سلمان ولكن ربما الأخوة الآخرون أكثر تعليما ربما يعرفون العالم أكثر أما الملك سلمان فربما أعتقد أنه سوف يكون له سياسات عقلانية أكثر تحديدا في الموضوع المصري أن يكون هناك تهديئة نوعا ما هذا سنرى إذا أي مدى سوف يكون مستداما مستمرا صعبا نقرر منذ الآن ولكن الأخبار التي نراها ونسمعها اليوم وأمس الحقيقة أسعدتني بشكل شخصي أنا كان هناك تصريحات من قطر قطر قالت أن القادة الإخواني الإخوان مرحب بهم في قطر وقطر دائما بلدهم يمكن لهم أن يبقوا دائما وهم مرحب بهم نحن نعرف أنه في آخر عهد الملك عبد الله بضغط ربما أو ليس قليلا بتأثير كبير من المملكة العربية السعودية على الأقل كان هناك قرار ربما أيضا بضغط من الممارات العربية المتحدة والكويت ربما التي تحركت مع بعضها البعض مع المملكة السعودية كان هناك ضغط كبير جدا على قطر وقطر ربما طلبت من بعض قادة الإخوان أو طرت لإخراجهم من قطر ولكن الآن مع عهد الملك سلمان بعد أسابيع قليلة ربما ننظر لنرى أن هناك ترحيب بقادة الإخوان وقطر بلدكم تصريحات مختلفة ومهمة الحقيقة وربما هذا ربما يكون انعكاس لتغير السياسة الخارجية السعودية أحد أهم الإشارات على الأقل نعم عجزاء المشاهدين وصل أحد الضيوف أهلا وسهلا أستاذ علي أستاذ علي نحن نناقش السياسة الخارجية السعودية بعد تولي الملك سلمان الحكم نحن نريد أن ندخل معك مباشرة لأننا أخذنا من حقك كثيرا في غيابك ما الذي سيتغير في السعودية بعد أن استلم ملك سلمان الحكم يعني خاصة في السياسة الخارجية وفي السياسة الداخلية كيف تقيم أنت الموضوع حقيقة بداية في السياسة الداخلية واضح يعني خلال العشر أيام الأولى يعني الملك سلمان أجرى تغيرات كبيرة في القيادات داخل المملكة العربية السعودية وهذه الإجراءات طبعا هي الأكبر ربما في تاريخ المملكة في هذه الفترة القصيرة من الوقت يعني لم يحتج إلى مئة يوم حتى في عشرة أيام يعني وطبعا جزء من هذه التغيرات الداخلية لا شك أن لها انعكاسات خارجية على صعيد السياسة الخارجية كما تعلمون يعني أحد أهم القرارات التي اتخذها هي إعفاء خالد التويجري من منصبه يعني هو كان سكرتير الملك عبدالله وإذن رئيس الديوان الملكي وله منصب في حيئة البيعة ويعني توجهات خالد التويجري كانت فيما يتعلق بالمواضيع الخارجية البعض كان يعتبر أنه هو مهندس الانقلاب الذي جرى في مصر ضد الرئيس محمد مرسي وهو الدعم الأول طبعا للجنرال السيسي في الحكم وإضا البعض يعتبر أنه كان له توجهات معادية لحركات ما يسمى حركات الإسلام السياسي فبالتالي طبعا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هذه المعطيات فإن إزاحته من المشهد لا شك أن هذا بحد ذاته طبعا عامل مؤثر جدا على صعيد السياسة الخارجية لكن أيضا هناك بندر بن سلطان كما تعلمون كان مسؤول خلال مدة طويلة جدا من أعماله على ملفات مهمة من الناحية الأمنية كالملف السوري أو الملف اليمني وطبعا أعفي من منصبه وهذا لا شك أيضا سيفتح أبواب جديدة فيما يتعلق في طريقة التعامل مع الملف السوري أو مع الملف اليمني ولدينا يعني مؤشرات عديدة توحي بأن هناك نوع من التغيير قد يطرأ على السياسة الخارجية وبالفعل يعني ترأ لكن السؤال هو مدى حجم هذا التغيير ومدى سرعته يعني هل سيأخذ مدىه بشكل سريع أم أنه سيتطلب وقت طويل لأن السياسة الخارجية السعودية في العادة هي سياسة محافظة وتقليدية وبطيئة في التجاوب مع المعطيات السريعة التفاعل على الأرض أعتقد أن هذا أمر يجب طبعا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المملكة حاليا يتوجب ويتطلب من المملكة العربية السعودية أن تكون هذه التغييرات سريعة وفعالة على الأرض لكن نحن أيضا نقول أن سياسة الحكم في السعودية التقليدي إلى حد كبير لكن مجيس سلمان وتدخله في هذه القضايا الشائكة بهذه السرعة كان أسرع بكثير من بعض القيادات السياسية في العالم الغربي والشرقي اندل هذا وإنما يدل على أن الرجل مصمم جدا على أن يغير بعض الأمور التقليدية التي كانت تعاني منها شعب السعودي أو في السياسة الخارجية السعودية الآن السؤال يترح نفسه في الحقيقة في هذا الموضوع بما أن كما تفضلت تويجري كان هو دائم الأساسي للإنقلاب في مصر الآن هو غائب عن الساحة ما الذي سيفعل سلمان بالنسبة للإنقلاب في المصر نعم الحقيقة في هذا الموضوع يجب أن نفرق تماما بين الدولة المصرية وبين من يقود مصر لأن الدولة المصرية تاريخيا هي مهمة بالنسبة للعالم العربي ولدول الخليج خاصة كما تعلمون دول الخليج تعاني من حالة من دعنا نقول عدم التوازن في القوى مع محيطها الإقليمي يعني ديموغرافيا وربما من معطيات أخرى فتحتاج دائما إلى أن توازن مع القوى الإقليمية عبر موازن خارجي يعني دائما يكون هناك مثلا حليف خارجي يعمل على موازنة الخليج مع إيران أو مع غيها من القوى الكبرى في المحيط العربي مصر كانت عامل مهم في تحقيق هذا التوازن دوما الآن مع مجيء الملك سلمان طبعا منذ اليوم الأول لتوليه الحكم بعض وسائل الإعلام المصرية التابعة للجنرال السيسي بدأت بالهجوم عليه وهذا كان بحد ذاته مؤشر يعني إلى أن هناك فعلا أن ملك سلمان مختلف عما سبقه هناك نوع من التغيير يعني العامل الثاني طبعا كما تعلمون هناك قناة العربية وهي قناة مشهورة في العالم العربي وأيضا محسوبة على أنه لك العربية السعودية كان هناك عدة برامج برنامجين تحديدا يبثان بشكل دائم لدعم السيسي البرنامجين توقفة وهذا أيضا مؤشر على أن هناك نوع من التحول في الموقف من السيسي أيضا في موضوع دعنا نقول المؤتمر أو الاجتماع الذي كان مخصص في شهر مارس القادم لدعم النظام المصري ماليا أيضا هناك علامات استفهام كبيرة حول مدى جدية انعقاد المؤتمر وهناك كلام عن مشاكل يواجهها هذا المؤتمر ولن يكون هناك دعم مالي كما كان سابقا خاصة في ظل التسريبات التي كما تعلمون كان هناك تسجيلات للسيسي يهين فيها دول الخليج وواضح كيف استخدم المال لأغراض شخصية وأغراض تتعلق بالمؤسسة العسكرية وليس لها علاقة في الدولة أو في الشعب وهذا طبعا لا يرضي له المملكة ولدول الخليج لأنهم كانوا يظنون أنهم يدعمون من أجل الشعب المصري وهو أثبت العكس فهذه طبعا كلها متغيرات يعني يجب أن نأخذها بعين الاعتبار لكن إلى أي مدى من الممكن للمملكة العربية السعودية أن تذهب بعيدا دعنا نقول في معادات السيسي أنا لا أعتقد ذلك أعتقد أن الموقف سيكون حيادي لن يكون هناك مثلا تحالف مع الإخوان هذا شيء مستبعد ولن يكون أيضا موقف من السيسي كما كان موقف المالك عبد الله من السيسي بمعنى أنه سيكون نوعا ما متوازن لماذا؟ لأن حالة استعداء للسيسي قد تؤدي إلى أن طبعا هو في يده أوراق أخرى قد يتجه نحو إيران أو قد يتجه نحو لاعبين آخرين للابتزاز المملكة العربية السعودية كما يتجه إلى روسيا هذه الأيام نعم هذه نوع من المناورة وقد يفعل ذلك وقد يعرض خدمات قد يقول أنا مستعد للتدخل في اليمن لمساعدتكم فهذه أوراق بيده أعتقد أن المطلوب من المملكة العربية السعودية هي أن تضبط سياسة السيسي الداخلية والخارجية أو أن تضغط عليه لتحقيق تسوية تسوية تكون في صالح الجميع وتغلق الملف المصري كملف استنزافي حاليا الملف المصري يستنزف دول المجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة سياسيا وماليا واقتصاديا وعسكريا كيف تتوقع بعد أن إذا تراجع موقف السعودي في دعم السيسي يبقى هناك دولة أو دولات أو إمارات العربية المتحدة وحدها فقط هل إمارات العربية المتحدة ستستمر في سياسة دعم السيسي الإنقلابي رغم تراجع موقف السعودي إذا كان هناك موقف حازم من المملكة العربية السعودية لا أعتقد شخصيا أن الإمارات قد تكون تنوي أن تبقى لوحدها لكن لا أستطيع أنها قادرة عمليا على تحمل الكلفة المصرية ماليا أو حتى سياسيا لأنه سيكون هناك تبعات سياسية خلال المرحلة المقبلة ولا أعتقد أن هذا سيحصل لكن من المهم جدا إذا كان هناك خطوة سعودية باتجاه الملف المصري أن تكون هناك مبادرة لتحقيق تسوية وهناك البيئة الداخلية المصرية جاهزة لمثل هذه المبادرة وإيضا البيئة الأقليمية خلال الشهرين الماضيين ممكن كان هناك عدد من التصريحات لمسؤولين أتراك سواء رئيس الحكومة أو وزير خارجية أو ناطق باسم الخارجية أو يعني بولانت أرينج أو غيرهم تكلموا صراحة قالوا نحن نريد الاشتباك وليس لدينا مبادرة لكن إذا جاءت مبادرة أخرى من الجانب المصري نحن مستعدون للتعامل معها فأعتقد أن إذا المملكة العربية السعودية طرحت مبادرة لتحقيق تسوية في مصر الجانب التركي سيكون منفتحا عن هذا المجال وأيضا القطريين سيكون لهم دور وبالتالي يمكن عبر هذا المثلث السعودي المصري التركي احتواء المشكلة المصرية والتفرغ للتحديات الأخرى الكبيرة المتفاقمة في المنطقة على صعيد النفوذ الإيراني في العالم العربي على صعيد مثلا المشكلة التي يمثلها النظام السوري وما زال أو على صعيد المشكلة في العراق أو على صعيد المشكلة في اليوم هناك تحديات كبرى أو على صعيد المفاوضات الأمريكية الإيرانية بخصوص الملف النووي وهذه تحتاج إلى تركيز وفي حال بقي الملف المصري مفتوحا على شكله الحالي ومستنزفا للجميع فسيكون من الصعب مواجهة هذه التحديات كيف قرأت هضور سيد طيب أردوغان في جنازة ملك عبدالله المرهوم وخاصة أنه كان في الرحلة الخارجية وترك أو توقف في رحلته وتوجه مباشرة إلى السعودية مع أن علاقات المصرية السعودية كانت جيدة جدا لكن السيسي لم يستطيع أن يهضر أو لم يهضر في الجنازة كيف قيمت أنت الموضوع في ذلك الوقت؟ يعني بخصوص خطوة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان هي قائمة خطوة ذكية وسريعة وهي أيضا رسالة تقول أننا مفتحون عليكم ونحن السعودية مصالحنا واحدة في المنطقة وأعتقد أن هذه الخطوة بالإضافة إلى خطوة تنكيس الأعلام وإعلان الحداد اليوم واحد كان لها صداها في الدوائر السعودية اعتقاد الشخصي وإذا ما تابعنا المراحل الأخرى التي تلت هذه الخطوة يعني مثلا هناك زيارة وزير الداخلية التركي كانت لولي ولي العهد محمد بن نايف وهي زيارة مهمة جدا على صعيد التنسيق الأمني الثنائي بين البلدين أيضا تلاها زيارة رئيس هيئة الأركان الآن موجود أعتقد هو في السعودية وسيقابل الملك وأيضا المسؤولين السعوديين وإيضا زيارة الفرقاطة العسكرية التركية وهي الأولى من نوعها إلى ميناء جدا الإسلامي فهذه كلها خطوات تدل على أن هناك تسارع في الانفتاح الثنائي ويقال أيضا أن هناك تعديلات ستجري يعني دعني أقول في قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية التركية السعودية إلى الأفضل هناك بعض المؤشرات تطل على هذا وكما تعلمون أيضا هناك توقعات لزيارة قريبة لسيد رجل طيب أردوان إلى المملكة العربية السعودية وربما الملك سلمان قد يبادر أيضا بزيارة إلى تركيا وهذه طبعا مؤشرات على انفتاح سريع بين البلدين نأمل أن يتم بلورته في صورة تعاون أكبر أما بالنسبة إلى علم زيارة السيسي فطبعا يعني إذا ما أضفناها إلى المؤشرات التي ذكرناها يعني واضح أن هناك حالة من النفور دعنا نقول بين الرجلين وأعتقد أن المملكة العربية السعودية تتعامل معه بمنطق الواقعية وليس بمنطق التحالف كما كان الأمر يعني في عدل الملك الراحل عبد الله وكما ذكرنا خالد التويجري وهذه مؤشرات إذا ما أضفناها إلى مؤشرات الأخرى تعني أن هناك حالة من النفور وحالة سلبية بين الطرفين أخيرا سمعنا أن القطر سمح لناصر الإخوان أن يعودوا إلى قطر مرة أخرى كما ذكر طلب منهم ورجع منهم أن يخرجوا قليلا في سنة الماضية طيب إلى ماذا يشير هذا الموضوع خاصة بالنسبة لأسماليك سلمان هناك قراءات متعددة جدا هناك من يقول أن ملك سلمان كان يدعم حركات الجهادية الأفغانية في سمانينات هذه النقطة أيضا علاقته مع بعض الحركات الإسلامية المعتدلة واضحة جدا لذلك هناك من يصنفها على أساس أنه رجل حاسم أو رجل متطرف أو راديكالي أو متشدد كيف ستكون علاقات السعودية خاصة بقيادة ملك سلمان بالحركات الإسلامية لأن حركات الإسلامية هو أمر واقع لا نستطيع أن ننكره أحببته وشئته وبيته هذا في أرض الواقع موجودين كيف ستكون العلاقات في المستقبل؟ دعني بداية أن أعلق على الشطر الأول من المداخلة الجانب القطري لم يطلب من القيادات الأخوان المغادرة وهم بأنفسهم فضلوا أن يغادروا لأنهم كانوا يريدون أن يمارسوا هكذا قرأنا في الصحف على الأقل لا هم اختاروا لم يجبرهم أحد وبالتالي أيضا لا يجبرهم أحد على العودة ولكن هو قال وزير الخارجية صرح قال الباب مفتوح لمن يريد أن يعود كما هو مفتوح لمن أراد أن يخرج ليس هناك ضبط فيما يتعلق بالشق المتعلق بالملك سلمان الملك سلمان معروف عنه هو من التيار المحافظ نعم نقول وهو نعم كان له دور في دعم الحركات الجهادية الأفغانية وكان هناك كثير من أمثاله ضد اتحاد السوفيتي في ذلك الوقت طبعا لا ننسى أن موقف الأمريكا كان في دعم جهاد الأفغاني في ذلك الوقت نعم لكن مصلحتهم كانت مختلفة مختلفة سياسية وهناك من كان يؤمن فعلا بدعم الحركات الجهادية هو إنسان محافظ وواضح من خلال أيضا التغييرات التي أجرها على الصعيد الداخلي كان هناك بعض الأئمة الذين تم عزلهم في عهد الملك عبدالله أو وضع حظر يعني أو إقامة جبرية عليهم أو منعهم من مزاولة نشاطاتهم بعضهم مثلا مشهور جدا مثل سلمان العودة والآن حصل هناك تغييرات كبيرة أعيد بعض هؤلاء إلى مناصبهم الدينية وسمح لمن كان قد يعني منع من الكلام أو ممارسة نشاطه بالعودة مجددا وبالتالي ما استطيع أن أقول عن المناصب ليس هناك حالة عدائية تجاه الحركات الإسلامية كما قلت هي أمر واقع ولكن ليس هناك أيضا تحالف مع حركات إسلامية بالمعنى المتعارف عليه مثلا تحالف مع حركات وهابية أو إخوانية أو غيره في انفتاح بحكم الواقع وهذا هو الأمر الصحيح وهذا هو الأمر المطلوب والمفروض يعني بخصوص العلاقة بين المملكة وقطر طبعا هي في أفضل حالاتها كما تعلمون وهي كانت دائما جيدة يعني لم يكن حقيقة حتى في أوج التوتر الذي كان سائدا بين البلدين لم يكن العنصر السعودي هو العنصر الأساسي في توتر بالعلاقات بينهم كانت دائما عنصر طرف ثالث وكان هناك تفهم من قبل القطريين والسعوديين الآن العلاقة تعود إلى طبيعتها إذا ما أردنا أن نقول وعلاقة الملك سلمان بالأمير تميم والحكم في قطر جيد جدا وعلاقة أيضا ولي ولي العهد محمد نايف يعني الشخصية علاقة مهمة جدا مع الأمير تميم وأيضا الحكم في قطر وهذه طبعا علاقات نحن نأمل أن يتم تسخيرها لما فيه خير الوضع في العالم العربي وفي المنطقة ككل وهذا ما نتطلع إليه إن شاء الله يعني يبدو بعد أن تحسنت إلى حد كبير علاقات القطرية السعودية بعد مجيء ملك سلمان إلى الآن السلطات المصرية تتهم القطر على أساس أنها تدعم الإرهاب في مصر وأنا فوجيت عندما رأيت فيديو أن ما حدث في درنا في ليبيا على الأقل هكذا قرأنا في الإعلام أن مجموعة من المسيحيين قتلوا ظلما في الحقيقة هذا موقفي على الأقل إن كانوا هم ذهبوا إلى هناك للعمل يعني طبعا ليس لأغراض أخرى صوروا على أساس أن هذه الأحداث حدثت في قطر ليس في ليبيا وهذا شيء غريب يعني طبعا لعبة إيلامية بشكل كبير بعد أن تحسنت علاقات السعودية القطرية وموقف مصري سلبي إلى ضد قطر إلى أين سيصير الأمور بهذه الطريقة؟ شوف الآن وضع السيسي وضع صعب وحرج للغاية وهو يبحث عن مغامرات عسكرية داخل مصر وخارج مصر هو يعتقد أن توظيف خلق حالة من الإرهاب وتوظيف هذه الحالة في خدمة مشروع سياسي قد يغطي على عدم قدرته على إدارة البلاد وعلى المشاكل الكثيرة التي تعاني منها مصر ولذلك نحن نرى أنه دائما يرمي مشاكله على الخارج على تركيا، على قطار، على ما يسميه قوى خارجية وهو يحاول أن يشن استغل موضوع ما حصل في ليبيا وقام بهجوم عسكري مباشر ونحن نعلم أنه في نفس الحالة هو يرفض أي عمل عسكري في سوريا ولكنه ينفذ عمل عسكري في ليبيا وهو يدعو إلى حل سياسي في سوريا ولكنه يرفض الحل السياسي في ليبيا الذي تسعى له دول أخرى مثل قطر وتركيا وغيرها من الدول وهو يحاول أن يجذب أن يلعى اللعب على وطر الإرهاب ويجذب المجتمع الدولي لأن يعطيه وكالة في القيام بحرب ضد ما يسمى الإرهاب وبالتالي يكون التمويل مفتوح وتسليح مفتوح ولا نسأل عن اقتصاد مصر أو عن سياسة مصر وعن ما يجري في مصر والأنظر كلها تتجه إلى الإرهاب ومحاربة الإرهاب لكن إلى الآن هو فشل في هذه المناورة وسنرى ماذا سيفعل خلال المرحلة القادمة ووضعه صعب للغاية وأعتقد أن المسار الطبيعي للأمور يفترض أن يكون هناك تغيير في مصر يحصل عبر حركة داخلية أو عبر مبادرة خارجية يعني واضح داخليا هناك استنزاف لا يستطيع أن يدير الدولة المصرية دولة المصرية هناك تسعين مليون إنسان يعني مواطن مصري أولا ليس من الصعب إدارتهم وقمعهم بالقوة العسكرية وقتل الناس الأبرياء لن يؤدي إلا لنثائج سلبية يعني هكذا تعلمنا لكن يبدو العسكريين يعني لا يتعلمون من تجارب التاريخ نعم طيب هناك ملفات ساخنة أخرى تنتظر ملك سلمان في الحقيقة بما أنه في موضوع السعودية مثل ملف اليمني ملف الراقي ملف السوري ماذا تتوقع من ملك سلمان في مرحلة القادمة كيف سيتعامل مع ملف اليمني وملف الراقي وملف السوري نعم الحقيقة التحديات للمملكة العربية السعودية متراكمة وسريعة جدا وربما هي الأكبر منذ إنشاء مملكة العربية السعودية حديثا أعتقد أنه يجب أن نبدأ من مكان معين كما ذكرت حتى تركز المملكة العربية السعودية على مواجهة هذه التحديات والملفات التي ذكرتها في سوريا والعراق واليمن يجب أولا أن تغلق الجبهة المصرية لأن إذا بقيت الجبهة المصرية مفتوحة ستظل المملكة مشغولة هناك ولن تستطيع مواجهة هذه التحديات إذا ما تم إغلاق كأنها كانت مقصودة أن تشتغل بالمصرية يعني هو السياسة السابقة كانت خاطئة جدا وأدت إلى استنزاف داخلي والحروب السنية سنية وإلى انشغال يعني علما أن كما سبق وذكرت مصالح المملكة العربية السعودية تتقاطع مع معظم دول المنطقة فيما يتعلق بالملف السوري والعراقي واليمني يعني هناك تقاطع بموقف السعودي من سوريا مشابه للموقف القطري مشابه للموقف التركي ومشابه أيضا لمواقف لعبين آخرين كذلك الحالة في العراق والحالة في اليمن الملف المصري هو الذي خرب عن المملكة العربية السعودية واستنزفها وأدى إلى هذا الدور إغلاق الملف هذا سيفتح الطريق أمام السعودية لمواجهة التحديات في هذه الولدان أعتقد أن الخطوة الأولى يجب أن تبدأ من خلال إزاحة الأسد إذا ما أزيح الأسد عن الواجهة سيحصل هناك نوع من دعنا نقول توازن في القوة بحيث أن إيران تفقد نفوذها في سوريا وبالتالي يصبح من الأسهل ممارسة ضغوط على الوضع العراقي لاستيعاب الحالة السنية هناك سياسيا لأن السنة لم يأخذوا حقوقهم كمواطنين وهذا بسبب السياسة الإيرانية التي تتحكم بالحكومة العراقية السابقة والحالية وبالتالي إذا ما تم استيعاب السنة في العراق عبر عملية سياسية هذا سيسهل مواجهة التطرف المسلح كحركة داعش وتنظيم القاعدة وغيرهم ولكن إذا بقي الأمر على ما هو لي سيكون من الصعب جدا مواجهة هذه التحديات أما بالنسبة إلى الحالة اليمنية فأعتقد أن المملكة بدأت بالتحرك مؤخرا وأعتقد أن الخطوة الأولى هي التحرك خليجيا هناك موقف موحد من دول مجلس تعامل خليجي تجاه ما يجري باليمن وأعتقد أنه يجب أن يتم توسيع الدائرة عربيا ودوليا بحيث يتم نقل الملف أيضا إلى مجلس الأمن ليتحمل مسؤولياته لأن في النهاية ما حصل أن الميليشيات المدعومة إيرانيا الحوثي الميليشيات اليمنية المدعومة إيرانيا استولت على السلطة وهذه السلطة كانت تعمل في إطار ملف له علاقة بالأمم المتحدة وقرارات لها علاقة بمجلس الأمن وعملية سياسية انتقالية وبالتالي يجب أن يكون عقوبات على الحوثي بناء على قرار المجلس وأن يتم التحرك من هذا المنطلق شكرا أستاذ محمد أنا أعتذر قليلا لأنك أخذت وقتا كثيرا لذلك أردت أن أعمل معادلة شوية مع الأخ طيب أستاذ محمد أنت قبل أن يأتي الأخ كنت تتكلم عن سلفية الدولة لكن أنت تعرف جيدا أن السعودية بحد ذاتها تعاني من بعض الحركات السلفية في داخل السعودية وخاصة بعد انفجر القنبلة في الرياض انتبهت الدولة السعودية أن هناك خطأ نوعا ما لا بد أن نستدرك هذا الخطأ وتغير لغة الحوار مع الأولماء أو لغة الخطاب عند الأولماء أيضا لغة الدولة أيضا مع الأولماء الآن أنا أريد أن أتسأل أو أستفسر هل في أحد السلمان الآن في أحد الجديد في أحد السلمان هل ستكون هناك تفسيرا جديدا لفكر السلفي في الدولة السعودية هل تتوقع هناك قراءات جديدة معتدلة أكثر في مرحلة الراهنة أو ستكون أشد فيما تتوقع أنت سوف يكون من الصعب أن أقول ذلك على وجه التأكيد ما الذي سيحصل ولكن إذا نظرنا من وجهة نظر المملكة العربية السعودية هي دولة سلفية أو دولة مؤسسة على الفكر السلفي ربما وبالتالي فالسياسات الوطنية كانت دائما هي المقدمة وهي الأولوية بالنسبة للمملكة بلا شك أن الدولة أسست على السلفية ولكن أيضا رغم ذلك فأن فيما يتعلق بالدعم الذي قدم للسلفيين لم يكن دائما عبر طريق واحدة كان هناك ما يخدم مصالح الدولة كان ينظر لمصالح الدولة من خلال تقديم هذا الدعم كانت سياسات تخدم مصالحها وربما أعطي بعض النماذج أين طرد سلفي جهات حركتهم جهات حركتهم جهات حركتهم من نفس النوع من نفس الجذر بعضها في سوريا كانت لها سياسات معينة ضدها مثلا كانت تحاول إعاقتها ولكن في العراق تدعمها في موجة الشيعة أو مثلا فيما يخص الدولة ربما بعض الحزاب السياسية التي أسسها السلافيون في بعض الدول ربما كانت تعتبر بيدا للغرب مثلا وتعتبر من الألعاب السياسية الغربية ولكن في مصر مثلا دعم الحزب السياسي وبالتالي هنا ليس الهدف أن تدعم كل الحركات السلافية كان الهدف أن تدعم مصالح الملك العمية السعودية أنا برأيي الشخصي أنه في عهد الملك الجديد الملك سلمان هذه السياسات البراغماتية التي تهدف لخدمة المصالح سوف تستمر ولكن أيضا من المؤكد أن السلفية أن الكرة السلفية الجهادية أو السلفية التقليدية العلمية هي لربما حالة تستطيع السعودية بشكل سهل أن تتعامل أو تتواصل معها وبالتالي يمكن هنا أن تحدث أحيانا عن حرب الوكالة في كثير من دول العالم وتستخدم أيضا من قبل السعودية كقوة ناعمة ربما هذه الحالة السلفية ولذلك كما ذكرت برأخر سوف تخدم مصالح السعودية وسوف تستمر أنا سألت هذا السؤال ربما أنت تتابع أيضا أنا كنت أقرأ كتب السلفية القديمة التي تترجم إلى لغة التركية كانت السلفية التقليدية نوعا ما متشددة لكن أنا أتت موجة جديدة من الترجمة إلى حتى إلى لغة التركية وأقرأوها أيضا لغة معتدلة جدا بنافس المصادر بنافس الأدلة بنافس الأقلية بنافس المراجي لكن لغة معتدلة جدا وتنتقد نقدا شديدا السلفية القديمة المتشددة كيف تقيم هذا؟ لماذا حصل هذا؟ بما له علاقة بكثير من السياسات سائدة في العالم والارتباط بالحركات الإسلامية أيضا ارتباطها قوي هنا ربما هنا الحركات الإسلامية بدأت أقل حد أكثر طولا في النفس أكثر صبرا أكثر ربما لديها بعض الليون الآن تحديد الحركات السلفية أيضا بدأت تبدو أكثر الليون هذه المواقف الحادة أو البنية الحادة السلفية لا يمكن استمرارها أنا لا أعتقد أن داعش مثلا ببنيتها الحالية سوف تستمر لعشر سنوات أو عشرين سنة هذا لا يمكن هذا شيء غير مستدام لا يمكن استمراره هي مضطرة أن تليل أن تغير بنيتها وسياساتها المملكة العربية السعودية في عشرينات وتلية القرن الماضي بتأسيسها السلوهابي ليست نفسها مع ربعينات وخمسينات وستينات القرن الماضي السلفية هي السلفية والدولة مؤسسة عليها النعم ولكن هناك نوع من الليون نوع من التغيير نوع من الإزاحة ربما هناك تأهيل إنجاز التعبير للحالة السلفية واستيعابها داخل بنية الدولة وبالتالي فالمملكة العربية السعودية علاقتها مع السلفية لن تنتهي سوف تستمر لأنها موجودة في أرضها هناك في منبتها وجذرها ولكن كما ذكرت قبل قليل ستستخدم كقوة ناعمة في كثير من مناطق والدول العالم سوف تستمر كما أن إيران مثلا اليوم تقول عن نفسها أنها الآن موجودة في أربع عواصل عربية بغداد ودمشق وبيروت والآن أخوخرا صنعاء فأن في مواجهاتها أيضا أن ملكة العربية السعودية ربما سوف تحاول أن تستثمر أوراقها عبر حركات أو طيارات تعمل بإسمها ربما تحتاج لهؤلاء أعزاء المشاهدين نحن في هذه الليلة نناقش في الحقيقة السياسة الخارجية السعودية بعد تولي الملك سلمان الحكم لكن ندخل في بعض القضايا حساسة فكرية نوعا ما لمتابعة هذا الموضوع في هذه الحلقة بعد فاصل قصير أبقوا معنا أعزاء المشاهدين عدنا إليكم من جديد نحن في هذه الحلقة نناقش السياسة الخارجية الجديدة بعد ملك سلمان أستاذ علي أريد أن أبدأ معك في هذه المرة خاصة فيما يتعلق بالتقارب أمريكي إيراني أظن السعودية لديها موقف خاص وربما منزعج فيما حدث بين أمريكا أو تقارب بين أمريكا وإيران كيف ستؤثر هذا التقارب خاصة في ملف اليمني وملف السوري نعم الحقيقة أن موضوع ليس فقط تقارب يعني المملكة العربية السعودية حتى عبرت عن انزعاج شديد من سياسة أوباما تجاه ملفات المنطقة في سوريا وفي العراق وفي اليمن وحصل نوع من التوتر بين البلدين والعلاقة لم تكن في أحسن حالتها حتى عهد الملك عبدالله الراحل الآن المشكلة بالنسبة المملكة العربية السعودية هي كالتالي هناك دعني أقول السياسة الأمريكية مركزة الآن على ضرورة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران والمشكلة بالمملكة العربية السعودية أن هذا الاتفاق سواء كانت نتيجته إيجابية أو رفضت إيران حتى التوصل إليه في كلتا الحالتين سيؤدي إلى أن يجعل إيران دولة نووية يعني إذا تم التوصل إلى اتفاق سيتيح هذا الاتفاق الإيران للتحول إلى دولة نووية شرعية في غضون 15 سنوات يعني الوقت الذي يتم الاتفاق عليه وهذا ليس في صالح دول الخليج لأنه سيؤدي إلى طبعا الإضرار في التوازن القوى الإقليمي وأيضا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وفي هذه الحالة الإيرانيون سيسرعون من برنامجه النووي الحصول على القمبلة النووية وبالتالي الحصول على رادع كي لا يتم استهدافهم وأيضا هذا ليس في صالح المملكة العربية السعودية لأن في هذه الحالة سيتم الإخلال بصورة كبيرة بالتوازن بميزان القوى الإقليمي وستسعى المملكة العربية السعودية الحصول على قمبلتها النووية الخاصة وكذلك دول أخرى كمصر أو كتركيا فهذا عام الأول الولايات المتحدة الأمريكية لا تتفهم هذه الهواجس والمخاوف السعودية أو دعني أقول هناك شعور ليس فقط لدى المملكة العربية السعودية وإنما لدى دول خليج ولدى المحيط الإقليمي بأن هناك تجاهل لمصالح وهواجس دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية إيران نووية ومن ناحية الملف الثاني الذي نتحدث عنه هو السماح للميليشيات الشيعية بالعمل طبعا هي ميليشيات مسلحة إرهابية بالعمل بحرية في سوريا وفي العراق وفي اليمن وهو حقيقة هذا أمر مستغرب للغاية وفيه أيضا أمور غير مفهومة كيف مثلا نحن نتجه إلى مجلس الأمن ونصدر قرارين في مجلس الأمن لمحاربة داعش والقاعدة بوصفها حركات إرهابية ونتجاهل في المقلب الآخر الحركات المدعومة إيرانيا والموجودة في العراق مثل يعني عصائب أهل الحق أو الحسين أو مثلا ميليشيا بدر الشيعية من أكبر الميليشيات يعني موجودة في العراق أو حزب الله العراقي يعني حتى هذه الميليشيات الشيعية جزء منها موجود على قائمة الإرهاب الأمريكية ويتم السماح لها بالعمل بحرية مطلقة دون أن يعني لا يوجد قيود لا عسكرية ولا أمنية ولا قانونية عليها بالتالي هناك علامات استفهام كبيرة والحقيقة أن المفهوم الأمريكي حاليا هو يعتقد أنه من خلال التعاون مع إيران والسماح لهذه الميليشيات بالعمل من الممكن مواجهة التطرف ربما المحسوب على السنة كما يقولون ومن خلال صفقة مع إيران يتم فيما بعد كبح جماح الميليشيات الشيعية وتحل المسألة لكن الأمر لن يتم بهذه الطريقة وبالتالي هنا المملكة العربية السعودية عليها تفكر كيف تواجه أيضا هذه الميليشيات وهي يعني ميليشيات في غاية الخطورة وتبدأ تشكل مشكلة للدولة العراقية بحيث أن الحكومة لم تعدت قادرة على السيطرة عليها الآن ميليشي الحشد الشعبي التي هي الذراع الأساسي في محاربة داعش أقوى من الجيش العراقي وليس هناك سيطرة عليها من قبل قيادات الجيش العراقي وفي اليمن أيضا كما رأينا جميعا وراء الجميع الحوثيون اليوم هم سيطرون على الدولة وهناك دعم علني من قبل الإيرانيين وهذا الشيء ليس بسر في سوريا يتم السماح بحرية كاملة لحزب الله اللبناني بتدخل بعتاده وبرجاله وبأسلحته في الداخل السوري ويتم السماح للحرس الثوري الإيراني وهو ليس ميليشيا شيعية عربية هو جزء من منظومة أمنية رسمية إيرانية أن تعمل في العراق بشكل مفتوح وعلني وفي سوريا بشكل مفتوح وعلني وفي اليمن من دون أن يكون هناك أي تعليق حتى من قبل الجانب الولايات المتحدة الأمريكية علما أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري موجود على قوائم الدولية ويوجد ضدها عقوبات دولية وعقوبات أمريكية فبالتالي هنا هذا يصلنا إلى استنتاج مفاته أن فعلا الإدارة الأمريكية الآن مركزة بشكل أساسي على أن تحصل صفقة مع إيران وهي تتغاضى عن كل ما من شأنه أن يسبب إزعاج للجانب الإيراني وربما يدفعه إلى الانسحاب من المفاوضات الجارية الآن في الملف النووي وهذا بطبيعة الحال المملكة العربية السعودية أن تجري حساباتها الخاصة وقد تلجأ إلى تحالفات إقليمية وبحيث تخلط أو تضغط على أجندة الإدارة الأمريكية لتغييرها في هذا المانحة شكرا أستاذ محمد طبعا قضايا الفكرية جيدة لكن هناك قضايا ساخنة ميدانية مثل ملف العراقي ملف السوري وأعتقد ملك سلمان سوف يهتم بهذه الملفات هناك من يقول أن تركيا مؤثرة جدا هذين الملفين خاصة ملف السوري وملف العراقي وهذا سيؤدي إلى تقارب سعودي تركي بطريقة ما كيف تقرأ أنت هذا التقارب؟ هل سيكون فيها تقارب في هذين الملفين على الأقل أو لا يكون فيها تقارب؟ كما ذكرت في بداية البرنامج وأن العلاقات العربية السعودية مع التركيا كانت جيدة نوعا ما حتى حصول الانقلاب انقلاب السيسي في مصر ودعم السعودية لهذا ومبعده من أحداث الحقيقة أضرت بشكل كبير جدا في العلاقات الثنائية وتحديدا التويجري ومواقفه وتأثيره في القرارات السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية اسمه سليمان لا أذكر الآن اسم العائلة هذا الشخص أيضا ربما كان له تصريحات سيئة ومسيئة بحق سيد الرئيس الجمهورية رجبتي أردوان ولم تغضي فقط تركيا ولكن أحدثها تردت فعل في العالم العربي والإسلامي بعض الإساءات أو الكلمات غير المناسبة وبالتالي هنا ليس فقط التويجي لتغير منصوب ولكن أيضا وزير الشؤون الدينية وبالتالي هنا هذا يظهر أن هناك تغيرا سيكون في السياسة الخاتجية السعودية وفيما خاصة العلاقة مع تركيا هناك أبواب تفتح هناك تفاؤل معين بعلاقات أفضل ربما الآن كما أن سوريا مهمة جدا من إسبال تركيا فهي أيضا مهمة بنسبة الملكة العربية السعودية وهنا الحقيقة محاربون سلفيون موجودون على الأرض كثير منهم أو أغلبهم ربما مواطنون سعوديون عندما تنتهي هذه الحرب هؤلاء عندما يعودوا إلى بلادهم ما الذي سيفقمون به ما الذي سيفعلونهم أعتقد أن الملكة العربية السعودية فكرت بهذا الأمر هذه مشكلة كبيرة لها بالنسبة لداعش أو حتى النصرة التي تعتبر أكثر اعتدال ربما إنجاز التعبير من داعش هؤلاء المحاربون من الجنسية السعودية بعد الحرب عندما يعودون إلى السعودية ما الذي سيفعلونه هذه مشاكل كبيرة في الحقيقة فأن سياسة السعودية تجاه الإخوان كانت إلى حد كبير سياسة متوازنة ابتداء من القرن الماضي وحتى بداية القرن الجديد لم تكن هناك مشاكل كبيرة في العلاقة الثنائية مع الإخوان حتى أن كان هناك حتى التغير إيجابي نحو الإخوان في الملكة العربية السعودية وأيضا هذا أدى إلى تقوية الحركة السلفية وكان هناك أيضا دعم مقدم للسعودية للإخوان أحيانا ولكن معلاء الرعبع العربي وسقوط بعض الأنظمة هذا أخاف ربما السعودية وأيضا وصول الإخوان تحديدا للكرسي الحكم في بعض الدول أخاف السعودية هل سيكون نفس السيناريو مكررا على رضي السعودية وهذه العملية عملية ربي العربي أدت بالوصول للإخوان إلى الحكم وبالتالي أعتقدنا أن هذه العلاقات يمكن أن تعود يمكن أن تعود حتى لدفئها السابق وهذا الطبيعي هذا المتوقع أن تصغر أو تجاهل هذه المشاكل مع الإخوان وكما قال الأستاذ علي قبل قليل السيسي نظام الإنقلاب بقيادة السيسي ليس نظاما مستقرا ومستمرا المملكة العربية السعودية لن تريد أن تطلق نار على رجلها إنجاز التعبير أعتقد أنها عليها تراجع سياسة أهلا وسهلا نحن نعرف أنك عانيتك سيدان للوصول إلى ستوديو لكن أنت أول مرة نزور تركيا أنت أول مرة تزور تركيا فعلا نحن نقول من يزور أول مرة يزور تركيا نقول ذهب النس في أمرك أهلا وسهلا أهلا وسهلا كنت أتمنى أن نلتقي بك في جو حر أكثر من هذا وأنت جئت في جو الشتاء وكان وصول صعب أهلا وسهلا نحن نناقش هنا السياسة الخارجية السعودية بعد ملك سلمان الآن نحن ناقشنا كثيرا من القضايا لكن ربما لكن نستطيع أن نبدأ كأن نبدأ معك من جديد كيف ترى أنت محددات الأساسية لسياسة الخارجية السعودية يعني كأنها تتغير بتغير الملك يعني هكذا نحن قرأنا إلى حد ما لماذا هكذا تحدث في العالم العربي والإسلامي مع أنها لا تتغير سياسة الخارجية الدول خاصة في الغرب يعني إذن ما هي محددات الأساسية لدولة السعودية في علاقة الخارجية يعني أنا أتقد أنه يعني السياسة الخارجية في المملكة العربية السعودية مع في عهد الملك سلمان يعني لن تشهد تغييرات جزرية بالمعنى يعني التغيير يعني طبعا كل قائد عندما يسلم سدة القيادة في أي دولة تكون لديه وجهة نظر أفكار يعني تكون هناك سياسة مرسومة لكن تكون له حول هذه السياسة وجهة نظر أو أسلوب آخر بالتعاطي مع على مستوى السياسة الخارجية مع الدول يعني أنا الذي أعرفه أن يعني أعتقد أن السياسة الخارجية للسعودية تجاه تركيا ربما تشهد تغييرات في اتجاه إيجابي يعني الكل يعرف أن الآن نحن نلاحظ في تغيرات كثيرة مثلا في موضوع مصر في موضوع اليمن صحيح صحيح سأكمل في الحديث في موضوع تركيا معروف أن الملك عندما كان وليا للعهد زارت تركيا وهناك انتفاقية دفاعية واقصدية على ما أعتقد حصلت أيام هو كان وزير للدفاع فأعتقد أنه سينطلق في السياسة الخارجية السعودية تجاه تركيا بانطلاقا مما كان رسمه وكانه كان يلتزع يعني يتولى الملف في العلاقات مع تركيا في موضوع مصر يعني التي كانت على ما أعتقد يعني ما حصل من إطاحة مرسي و يعني كانت سبب من أسباب يعني إصابة العلاقات السعودية التركية ببعض الفتور أو ببعض الأحيان يمكن بعض التوتر أو يعني كانت هناك وجهة نظر متضاربة يعني بين موقف القيادة التركية من حكم مرسي وموقف السعودي من حكم مرسي وكلنا يعرف ماذا حصل صحيح الآن أنا أعتقد أن السياسة السعودية الخارجية تركز على إعادة يعني التواصل إعادة تعزيز العلاقات مع تركيا ومع مصر باعتبارهما دولتين كبيرتين في المنطقة يعني تركيا لها حجمه الإقليمي ودوره الكبير ومصر لها حجمه الإقليمي ودوره الكبير يعني في اتجاه ما يشبه نوع من سالوس يبدو أنه يستهدف يعني الضغط في اتجاه إيجاد حلول للأزمات التي تعيشها في المنطقة طبعا يعني هناك إفادة أصلا في هذا الموضوع يعني لتركيا استفادة ولسعودية استفادة ولمصر استفادة من تركيب حلول في المنطقة أو الضغط في اتجاه حلول في المنطقة وتسوية في المنطقة تكون تحفظ أدوار هذا المسلس الإقليمي نعم يعني ستمر مرحلة يعني سنشهد في الأشهر القليلة المقبلة مزيد من التواصل على خط هذا السلوس ومزيد من التنسيق فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية في الموضوع السوري في الموضوع اليمن في الموضوع يعني الموضوع البحرين موضوع يعني في مجموعة أزمات إقليمية يقال أن هناك تسويات كبرى تطبخ لها في المطابق الكبرى هناك تسويات تطبخ لها لدينا استحقاق اسمه استحقاق الملف النووي الإيراني هذا الملف بما سينتهي إليه سواء في اتفاق أو في غير اتفاق ستكون له انعكاساته على أزمات المنطقة كلها البعض يقول أن الجانب الإيراني ليس واسقا كثيرا من الإمكانية سير الرئيس باراك أوباما باتفاق بدون ضغوط يعني ليس مرتاحا لأنه قد يكون يرغب في هذا الاتفاق لكن يتعرض لضغوط إسرائيلية يتعرض لضغوط الجمهوريين هناك شك شكوك إيرانية وحتى لدى بعض قيادات المنطقة شكوك بإمكان حصول هذا الاتفاق إذا لم يحصل هذا الاتفاق في تقديره ستكون له انعكاساته على كل سياسات الخارجية ليست السعودية فقط لكل دول المنطقة بنسبة لي يمن انتشار ملاشيات الحوثية بهذه الطريقة ملاشيات مصلحة بهذه الطريقة وسيطرتها على الحكم بهذه الطريقة هل ستؤتي على التوتر كبير بين إيران والسعودية في مرحلة القادمة هو في الحقيقة هناك توتر حاليا لكن هذا التوتر لم يصل إلى المستوى العالي جدا لأنه نحن نلحظ أنه في جانب العلاقة السعودية الإيرانية تراها متوترة في جانب آخر تجد أن هناك تواصل تحت خلف الأضواء على مستوى بعض القنوات الدبلوماسية على مستوى القناة العمانية نعم وكلنا يعرف العماني عادة يلعب دور الوسيط في موضوع يعني في الوقت الذي نرى التوتر في موضوع اليمن نرى في لبنان حوار بين طيار المستقبل بما يمسل بما يمسل وبين حزب الله بما يمسل حتى إلى درجة أن بعض القيادات اللبنانية تعتبر هذا الحوار حواراً إيرانياً سعودياً بالواسطة أنا أعتقد أن العلاقة السعودية الإيرانية محكومة في النهاية بالتوصل إلى اتفاق يعني إذا نظرنا إذا عدنا إلى الحديث عن المسلس المصري التركي السعودي أعتقد أن إيران ربما تشكل الرباعي يعني تصبح المسألة مسألة حلف رباعي مش حلف رباعي يعني قوة مجموعة رباعية هذه الدول لها أحجامها لا أعتقد أن العلاقة السعودية الإيرانية ذاهبة إلى صدام والكل يعرف أن أي تطور إيجابي في هذه العلاقة ينعكس إيجاباً على كل الوضع في العالم الإسلامي وكلنا يعرف كيف تقول ذلك هناك من يقطب سيناريوهات جديدة جداً حتى الحرب بين السعودية وإيران بسبب يامن وما إلى ذلك لحظة لحظة أنا يعني أنا لا أرى أن الأزمة في اليمن ذاهبة إلى تفجير كبير أنا أرى اليمن ذاهبة إلى التسوي إلى طائف يمني على طريقة الطائف اللبناني بنفس الوقت أرى أن هناك طائف سوري وأرى ما حصل في العراق هو طائف عراقي منذ البداية منذ أن سقط نظام صدام حسين وتم تركيب ذلك النظام بالسعودية هو كان طائف لكن المشكلة أن هذا الطائف مثل ما لم ينفذ عنه في لبنان بالطريقة الأمينة لذلك يحتاج إلى متابعة وإلى تنفيذ أمين لنصوصه الطائف العراقي مر بفترة كمان يعني لم ينفذ بأمانة الآن بعد تولي العبادي رئاسة الحكومة أعتقد أن الموضوع العراقي وضع على السكة لا تزال هناك بعض لكن تحتاج إلى وقت صحيح يعيد التوازن إلى حد كبير في السلطة صحيح في اليمن سنشهد يوما طائف يمني فيه شيء من التوازن في السلطة بس لما سنشهد الحل سوري أيضا شبيه بالطائف اللبناني نعم الأمريكي يعني وهناك معلومة أرد أن أكشفها هذا الذي كنت تريد أن أسأل كيف ستكون علاقات سعودية أمريكية في هذه يعني سأقول أولا معلومة فيما يتعلق بالموضوع السوري هناك مشروع حل طرحه المصريون والإماراتيون حل للمشكلة السورية حل للمشكلة السورية يبدو أن المبادرة الروسية تستند إليه كقاعدة هذا الحل يقول بأن يعني تحصل في سوريا أن يقبل الرئيس السوري ولايته في هذا الوقت يتم تغيير حكومة تشارك فيه المعارضة بفعالية يحصل تعليلات السورية يعني كل هذا الحل الذي أنا أسميه طائف سوري يحصل من الآن وحتى نهاية ولاية الرئيس السوري في موضوع اليمن وإيران موضوع علاقات الأمريكية السعودية العلاقات الأمريكية السعودية أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت من السعودية ضمانات ما يريحها فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني نعم وكلكم لاحظتم عندما زار الملك العفوان الرئيس الأمريكي الرياض معزيا بالملك عبد الله صدر كلام بعد لقائه عن الملك مع الملك سلمان كلام لمسؤول أمريكي ماذا قال هذا مسؤول أمريكي قال المسؤول الأمريكي أن الملك سلمان أبلغ إلى الرئيس أوباما أن ليس لدى المملكة العربية السعودية أي تحفظات على المفاوضات في شأن الملف النووي الإيراني لدائرة بين مجموعة خبزة زائد واحد وإيران لكن ينبغي منع إيران من إنتاج أسلحة نووية هذا الكلام لم ينفيه أي مسؤول سعودي صدر أي نفيه سعودي لم يصدر عن هذا الكلام هذا الكلام معناه أن الرئيس الأمريكي أعطى الضمانات اللازمة للجانب السعودي بأن أي اتفاق مع إيران لن يكون على حساب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها وأنه سيكون مريح لكل دول المنطقة في المقابل يعني عندما يقول السعودي الملك السعودية يقول حسب المسؤول الأمريكي أنه ليس داعي تحفظات فهذا يعني تقدم في الموقف السعودي وانا أعتقد أن الجانب الإيراني يبني على هذا الموضوع حاليا في اتجاه ترتيب العلاقة مع المملكة العربية السعودية أنا لا أرى أزمة أعود بأقول لا أرى أزمة ستستحكم بين السعودية وإيران وأنا أقرأ منذ بضعة أشهر مع تولي رئيس روحاني رئاسي جمهوري بإيران نشرت جريدة الشرق الأوسط السعودية مقال لوزير الخارجية الإيراني محمد جوال ظريف عنوان جيران هنا أولوياتنا أعتقد أن لدي نسخة موجود لدي نسخة يتحدث تحت العنوان جيران هنا أولويات يطرح ما يشبه برنامج حوار إيراني مع دول الخليج نعم ويتحدث بكلام فيه كثير من الإيجابية كيف يمكن تكون العلاقات الأمن المشترك أي شيء يعني يركز في هذا المقال على أن تكون هنا أفضل علاقات بين إيران وجيرانها الخليجية نعم فأنا لا أرى أنه يعني لا أرى أن السعودي يعني زاهب في اتجاه في اتجاه في اتجاه الإيران إلى درجة شن حرب ولا أرى الإيراني أيضا في نفس الوقت في هذا الوقت بالعكس ما أسمعه حسب معلوماتي وحسب لقاءاتي التي أعقدها يعني قبل وفاة الملك عبدالله سمعت من مسؤول إيراني كلام قال لي أن نحن نعتبر وجود الملك عبدالله فرصة تاريخية لإيران من أجل أن تقيم أفضل علاقات مع السعودية والآن أسمع نفس الكلام بوجود الملك سلمان طيب شكرا الملك سلمان الملك سلماني لديه كثير من المميزات لديه كثير من العلاقات الممتازة يعني حتى في موضوع لبنان لديه نظرة خاصة نعم سوف نشهد لمساته في موضوع لبنان أيضا في موضوع حل الأزمة اللبنانية نعم شكرا نأخذ رأي آخر أنا أعلق على بعض النقاط المهمة الوردات أمامك دقيقتين بشكل سريع إن شاء الله أعتقد مصر في وضعها الحالي أعجز من أن تقوم بأي دور إقليمي على الإطلاق في أي ملف من الملفات سواء في سوريا أو في العراق أو في غيرها ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها وهي في وضع استنزافي داخلي يعني هي غير قادرة على مواجهة التحديات الداخلية فكيف يراد منها أن تلعب دور خارجي المسألة الثانية لا أرى أي يعني مثلث مصري سعودي تركي السياسة الخارجية للسيسي متناقضة بشكل جذري مع سياسة المملكة العربية السعودية في الملف السوري من المعروف أن السيسي هو معبق بشار الأسد في السلطة وهذا يتعارض مع مصالح المملكة العربية السعودية ومع خطتها وكذلك الأمر مع تركيا فإذا ما بقي السيسي في هذه الحالة لا يوجد أي مثلث نذكره إلا كما ذكرت في بداية الحلقة تم الضغط عليه أو توصل إلى تسوية ممكن حينها نفتح المجال لمبادرة ثلاثية فيما يتعلق في الرئيس أوباما لا أحد في المنطقة يثق في الرئيس أوباما لا السعوديين ولا الأتراك ولا غيرهم وهذا كلام مؤكد وثابت وحتى الأمريكيين نفسهم من الآن الجمهوريين في الداخل الأمريكي لا يثقون بسياسة الرئيس أوباما ويعني هو ذهب بعيدا مع الإيرانيين لدرجة لا يمكن بعدها الوثوق به وفيما يتعلق في المفاوضات مع إيران نعم الجانب السعودي قد لا يكون له تحفظ علني عليها لكن من جانب الغير العلني هناك انزعاج شديد كما سبق وذكرت وهم أيضا لا يثقون بأي ضمانات أمريكية لما رجعنا إلى السابق الرئيس أوباما أعطى كثير من الوعود ولم ينفذ منها أي شيء في العالم العربي وفي العالم الإسلامي وتجاه تركيا وتجاه عديد من الدول أيضا في سوريا هل تذكرون كم مرة وضع خطوطا حمراء وتحولت إلى خطوط خضراء للرئيس الأسد الذي ارتكب مجازر واستعمل السلاح الكيمانوي وبالتالي تشير إلى المملكة العربية السعودية الآن ترجهت إلى تعزيز ترسنتها من الصواريخ الباليستية القادرة على حمر رؤوس نووية وهذا رد أعتقد على المفاوضات الجارية حاليا والتي قد تؤدي إلى بلادات إيران نووية فيما يتعلق في ملف سوريا لا أعرف كيف يمكن تسمية ما طرح بأنه حل ولا أعتقد أن أحدا من العشر ماليين لاجئ نصف شعب السوري سيقبل بما قيل بقاء الأسد حتى انتهاء ولايته لا يمكن لمثل هذه المبادرة الوهم أن تنجح بأي حال من الأحوال شكرا أستاذ محمد الوقت يذهبني جدا لأنه يحذرونني من داخل دقيقة واحدة إذا كنت تريد أن تجيب على هذا السؤال كيف تفسر أن عدد كبير من الشباب ذهبوا إلى داعش في سوريا أو في الأراق كيف تفسر هذا هذا السبب أراب أراب سوريا نصف دقيقة أعتقد أن تأمين المملكة العرب السعودية للحركات الجهادية لسيقا جديدا هذا يبدأ من فترة الجهاد الأفغاني أيضا في البوسنة والقوقاز وغيرها كان هناك اتجاه لهذا طبعا الآن نحن نرى ذلك في جغرافيا أقرب في سوريا في العراق ولذلك ربما هذا الأمر منطبق الآن على القاعدة وعلى النصرة داخل سوريا اتجاه شباب السعودية تحديدا جزء منهم ربما لم يتلقوا تعليما دينيا معينا بدأوا الآن يتجه نحو داعش ولكن الجزء الأساسي الجزء الذي له علاقة بالعلماء السعوديين أكيد لديك مزيد لكن لم يبقى لوقت أنا أعتذر عزاء المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وإن كان بعض الضيوف قد تأخروا بسبب الجو في إسطنبول نحن في هذه الحلقة ناقشنا بالتفصيل سياسة الخارجية السعودية بعد التولي ملك سلمان مع الضيوف الكرام كان معنا في هذه الحلقة أستاذ طارق ترشيشي كاتف محلل سياسي في جريدة الجمهورية اللبنانية كنت معنا أهلا وسهلا أهلا وسهلا وأستاذ علي حسين بكير مختص بالعلاقات الدولية كنت معنا أهلا وسهلا وأستاذ محمد علي بيكرا أستاذ في الكلية العلوم الإسلامية في جامعة الشهير بإسطنبول كنت معنا أهلا وسهلا أعزاء المشاهدين لم يبقى إلا أن أودعكم من جديد على أمل أن نلتقي بكم في أسبوع المقبل في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر